اشتركوا في القناة والله أكبر وله الحمد سبحانه وتعالى بكرة وأصيلة وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى خلفائه وأزواجه وذريته الطيبين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أنه رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه عباد الله شهركم هذا شهر عظيم هو من أشهر الحج من جهة التي يجوز أن يُعقد فيها بنية الحج وهو شهر حرام من جهة أخرى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أشهر محرمة المعصية فيها مغلَّضة والإثم آكد وأبلغ لتربية النفس على الامتناء عن الحرام حتى في غيرها هذه الأشهر الأربعة كما قال قتاد رحمه الله الظلم فيها أعظم خطيئةً ووزراً من الظلم فيما سواها وإن كان الظلم على كل حال عظيم ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء ثلاث متوالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجى بالفرد وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة الأشهر الحرم سميت بذلك لتحريم ابتداء القتال فيها ولحرمة انتهاكها لأن الحرام فيها أشد من غيره قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم جعلها الله مواقيت للعبادة فإذا لم تكن يا عبد الله متلبساً فيها بالعبادة فلا تكن متلبساً بالمعصية وكان السلف يكثرون الصوم فيها والله تعالى رب المشرقين ورب المغربين وهو خالق الزمان يفضل بعضه على بعض كما يشاء والمشرقان مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف وهذا الشتاء قد أقبل وهو ربيع المؤمن الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقام وقصر نهاره فصام إسباغ الوضوء على المكاره عبادة عظيمة إسباغ الوضوء في وقت البرد قال بعض السلف لولا ثلاث ضمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله ما بليت أن أكون يعسوباً وإذا نزل المطر قال اللهم صيباً هنيئاً اللهم صيباً نافعاً مطرنا بفضل الله ورحمته ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء والدعاء عند المطر وكان عليه الصلاة والسلام يتبرك به فيحسن عن ثوبه ويصيب المطر من جسده ورأسه لأنه حديث عهد بربه ولأنه ماء مبارك أنزله الله من السماء فإذا خشي الضرر بكثرة النزول قال اللهم حوالينا ولا علينا الحديث وكذلك فإن التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء عدم القدرة على تسخين الماء خشية الضرر الضرر الحقيقي يبيح له التيمم والمسح على الخفين والجوربين وهي التساخين لأن كل ما سخنت به القدم فهو منها سواء كان خفاً أو جورباً من جلد أو قطن أو كتان أو صوف وغير ذلك من الأنواع أن يلبسهم على طهارة كاملة مائية فيها غسل القدمين وأن يكون الجورب ساتراً لمحل الفرض ولا يضر أن يوجد فيه ثقوب صغيرة وأن يمسح في المدة 24 ساعة من أول مسح بعد الحدث فإذا لبس الجورب بعد صلاة الظهر على طهارة كاملة ثم أحدث في العصر فتوضأ ومسح على الجورب فمن هنا تبدأ الأربع وعشرين ساعة وكذلك فإنه إذا أصابته جنابة فلا بد أن ينزع وأن يغتسل وإذا نزع الخف أو الجورب فلا ينتقض وضوءه بمجرد خلع الممسوح عليه ولكن لا يستطيع أن يلبسه مرة أخرى ليمسح ما دام قد نزعه أو أكثره وهناك مطر جاءت الشريعة بإباحة الجمع فيه المطر الذي يبول الأرض والثياب وهناك أذية في الذهاب إلى المسجد فيه ولذلك يجوز الجمع بين الصلاتين بلا قصر ما دام المطر مستمرا في النزول عباد الله إن الله أمرنا بتعلم ما أنزل والفقه في دينه وأخبر أنه أراد خيراً بمن تفقى في الدين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من من فقه أمره ونهيه وأن يجعلنا من الوقافين عند حدوده وأن يجعلنا من المستمسكين بشرعه ربنا اجعلنا من قيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعل هذا البلد بلداً آمناً وارزقنا من الثمرات اللهم اجعلنا من الشاكرين واغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فامكر به واجعل كيده في نحره اللهم من أراد أن يخل بأمننا وبأمن المسلمين فرد كيده في نحره واجعله عبرةً للمعتبرين اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا وتحصن فروجنا اللهم إنا نسألك حب الخيرات وترك المنكرات اللهم نسألك الأمن في الأوطان والدور والتوفيق لولاة الأمور وأن تغفر لنا يا عزيز يا غفور إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربى وإنع الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون